من الحاجات المنتشرة جدا مع دخول فترة الشتاء هي إصابتنا بدور البرد أو الانفلوانزا للأسف في ناس مننا بتتعامل مع الموضوع بشكل غلط زي أن هي ما بتفرقش بين نزلات البرد والانفلوانزا والتعامل الصح معاهم أو أنها لما يجي لها دور برد عادي جدا تلجأ أنها من نفسها تروحها الصيدلية وتطلب تركيبة حقنة البرد اللي كلنا عارفينها في اعتقادها أنها تجيب نتيجة أسرع أو أنها تاخد موضات حيوي من غير استشارة طبيب كل ده هنعرف مدى صحته وإيه بين البرد والانفلوانزا وكيفية الوقاية منهم طبعا مع ضفنا دكتور محمود البتنوني أستاذ أمراض الصدر والحساسية بكل طب جامعة القاهرة برحب بحضرتك كده أهلا بيك يا فاني الفرصة سعيدة جدا أنا أسعد الله يكبر البرد والانفلوانزا إيه الفرق بينهم كويس والله أنت أثرت الموضوع ده بحس أنه يعني ده موضوع في لخبطة من زمن الزمن الناس من عشرات السنين أقود معتبرة أن الانفلوانزا هي البرد والبرد هو الانفلوانزا البرد إحنا بنسميه لهو كومن كولد أو نازلة البرد العادية بيبقى لها فيروسات كان منها الكورونا يعني عشان بس الكورونا كانت دور برد كانت من أدوار البرد العادية راينوفيروس وكورونا فيروس وفيروسات كتيرة مسؤولة عن نازلات البرد نازلات البرد بتبقى نازلة بسيطة والتهاب فيروسي بسيط فبالتالي معظم الوقت ما بل بقاش محتاجين أنتيبياتيكس أو مضادات حيوية ودست فيتامين سي حاجات غنية بفيتامين سي مع سوال دافية مع راحة وخافت حرارة عند اللزوم لو فيها حرارة بسيطة دالبرد فيه بعد كده بقى الانفلوانزا الانفلوانزا اللي هي قرية دي يعني ابتدت في بداية القرن اللي فات وقتلت ملايين البشر فانفلوانزا فيروس ده انفلوانزا ايه فيروس اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيتحور سنويا واللي هو ليه مصل بيتاخد سنويا عشان بيتجدد اكوردنج للتحور اللي حصله فبالتالي بناخد المصل يعني تحسبا ان يجي لي انفكشن او التهاب الانفلوانزا ان الانفلوانزا دي بتسبب مرض خطير زي ما الناس بتخاف من الكورونا والكوفيد هي نفس الكلام كان بتجيب التهابات رعوية شديدة وممكن لقدر الله تدخل المريض في فشل تنفسي من الدرجة الاولى بنقص اكسوجين فالانفلوانزا ده يعني ممكن بني ادم يموت من انفلوانزا لو فيه احصائية مثلا زي في احصائية في امريكا ان فيه مئة الف واحد بيموت سنويا من الانفلوانزا كل سنة من انفلوانزا فقط خلاص يعني بعدنا بقى عن اي اسباب اخرى والتهابات رعوية اخرى واسباب تؤدي للتهابات الرعوية غير الانفلوانزا مئة الف من الانفلوانزا فقط فده حاجة مهمة لازم نبقى حاطين في دماغنا ان احنا نفرق ما بين ده وده والمريض مش مطلوب منه يفرق دور بردي ومين تلاتة وفايتامين سي وشوية سوائل ولا نفسه كويس والدنيا تمام خلاص دور برده وانتهى الموضوع لكن لا الموضوع بيزيد كوحة شديدة اعلام في الصدر ارتفاع في درجة الحرارة لا ساعتها لازم يروح للطبيب عشان يقدر يشخص هل ده انفلوانزا ده متحور من كوفيد ده التهاب ريه قوي بكتيري نازم ببقى فيه تفريقة كلهم شروح بعض بالنسبة للمريض اليوم كام ممكن المريض يروح للدكتور يعني تلات اربع تيام ما لقاش ان فيه فايدة او الموضوع بيزيد او الحرارة عالية او ان شاء الله بالحقيقة عالية او دي من اول يو لو في حرارة او بسيطة اه تسعة وتلاتين هاي جريت فييفر تسعة وتلاتين اربعين يبقى في الحالة دي يفضل ان هو يذهب الى الطبيب مباشرة حرارة بسيطة او جات مرة وراحت مع حاجة شوية ترشحه اعراض بسيطة واحتقان بسيط في الزور يومين تلاتة وراح الموضوع خلاص زاد كوحة زادت يبقى بالتالي لازم يذهب للطبيب سواء بقى الاخصائي اللي جنبه او مبارس عام حتى باطني يعني ممكن نروح لحد برايمري كير يعني حد يقدر يديله النصيحة الطبية او لو شافها حاجة محتاجة تحول التخصص بيحولها للتخصص لانتصال دكتور دايما بنشوف ناس بيجي لها ادوار برد كتير او او ادوار انفلوانزا او تعب خليني نقول في الجهاز التنفسي وناس تانية مش بيجي لها هل في ناس عرضة اكتر من التانين؟ ده كلام مظبوط اولا الناس اللي هي بيجي لها اعراض برد كتير في الغالب واللي هو يعني شبه بيقولك ما بيخفش شبه عنده برده طول الوقت ودي تلاقيها ملحوظة في بعض الامهات لاطفالها كتير يقولك انا مراخير امرشحها وبيكوحها على طول وبيتعب طول الوقت غالبيتهم عندهم حسافي بيبرافين ولمتو شخص ودي بالنسبة لنا بقى كدكاترة امراض صدرية في تخصصنا مهمة جدا ليه؟ ان حسات الجيوب الانفية بتبقى عرضها مقبولة شوات رشح عطس حكة انف ريح بيقوا الصبح مش حلوة بيصدع ساعات وبيتكيف المريض عليها سواء طفل او كبير وبيتعايش معها المشكلة ان 80% من الناس دي بيجيرهم حسية بقى في الشعب الوقتية وربه شعبي فعشان كده احنا بسبب حسيت الجيوب الانفية؟ مش بسببها هي بتبقى موجودة بصي هو بني ادم بيبقى عنده استعداد للحسية فاستعداده للحسية في حد ذاته ممكن يظهر في اي حاجة سواء في الجلد سواء في العين سواء في الصدر او في الجيوب الانفية الجيوب الانفية بالنسبة له خلاص انا متعود اعطي اصحب انه معتصلي 3-4 عطسات الصبح خد البخاخة واش عارف ايه؟ ولا بياخد بخاخة ولا حاجة هو بعد اللي 4 عطسات هزال فل هو كويس وعلى مثلا شواء التراب اي حاجة برضو يعتص له كاما عطسات شم حاجة وبتاع ممكن يزكن شوية وبعد شوية بيقى كويس جدا فخلاص هو مش حاس ان عنده مشكلة بيجي له صداع اصلا باتعب كتير وبيجي له صداع كتير بيجي له صداع نصفي فهو برضو مش مدرك ان ده التهاب في الجيوب الانفية ناتج من وجود حاسية في الجيوب الانفية بعد شوية احنا بتبتدي تظهر ان المواد الالتهابية اللي بتطلع مع حاسية الجيوب الانفية بتبتدي تنشط مع الوقت ومع السنين فتبتدي تظهر بعد كده في الشعب الهوائي حساسية او رابو شعبي في الاول بيبقى لها مقدمات انا بيجي له التهابات شعبية كتير كوحة كتير تهيك شعبي وكوحة نشفة بدرجات متفوتة كتير وبعد كده بتبتدي تظهر حسية الشعب الهوائيه بطريقة واضحة وصريحة فعشان كده احنا بيفرق معنا جدا 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 ان احنا نشخص حسية الجوب الانفاية بدي عشان ده هيفرق معنا ان احنا نحمي المريض من ان هو يدخل في حسية الشعب الهوائيه في المستمر